موسيقى رحت جامعة UC Berkeley في كاليفورنيا ودرست economics and business administration أنا سفرت أمريكا عملت MBA في جامعة Stanford في كاليفورنيا كنت في الـ undergrad I studied at the University of Pennsylvania and I studied bioengineering and biotechnology أنا سفرت to Boston Harvard Business School ودرست MBA I had the chance to travel and get my MBA from the Wharton School of the University of Pennsylvania أستاذ ناصف سويرس كان عنده الفرصة أنه ياخد أحسن تعليم في أحسن جماعات في العالم وكان عايز يوفر نفس الفرصة اللي قتيحت لي لشباب مصر المميزين أنا سفرت باستن في الـ U.S. ودرست MBA Harvard Business School أنا رحت New Haven Connecticut I got my MBA من هناك أنا درست في جامعة Cornell University في نيويورك دارة أعمل أنشأ منحة أنسي سويرس سنة 2001 أول مرة سمعت عن السكارل شوف كنت في المدرسة في حد من زمايلي وريني البروشور أنا شوف الـ application process بتاع المنحة نفسه كان straight forward اللي كان يمكن أصعب كان process الـ application للجامعة بس اللي ساعدني برده وجوداً أمد إيه سأقوم بس هم لغاية المناسبة أنا لا شيء سهل أثنان من خلالنا المميزين لجميع المنحة في الوضع الآن نكتب موثلات نشاء أدوية السكارل في عدودات مفتد ويف US الأشياء كيف اختري الناس إذا كان لغاية المنحة كان من أجمع سهل بإدي أدخلها لكن المؤسسات الاستهلوب كانت أنا أجمعة من una وقتها وعلى السكارل الأنسي ساوير ستعطي للأمبادة للأمبادة والأمبادة على مستوى المنظمة ودينا أيضاً ستعطي للأمبادة للأمبادة للشيكاغو وستامفر أكثر حاجة كانت مبهرة في التجربة دي هي وجود الجامعة في السيليكن فالي بنقابل سيئوز بتاع الشركات زي فيسبوك زي مايكروسوفت وإذا بيفتح لك أفاق صعب أو تحتاج بيها لو أنت موجود بس في مصر بعض الأمبادة للأمبادة للأمبادة والأمبادة للأمبادة للأمبادة لذلك أحصلت إلى مستوى مختلفة عندما أتحدث مع الحياة ومشاركة أنا بدأت أشتغل وأنا في الجامعة أشتغلت في قافي شاب واشتغلت كتيراً حاجات عطاقة فاتحت عيني على حاجات كتيراً جديداً عمري ما كنت شفتها وعمري ما كنت أتخيلها أتعطيك كيف تكون مستوى مستوى، كيف تتجربة برا كل السوشيال الموجودة هنا وكيف تتكلم كم شخصة أنت مستوى مستوى غير مستوى على المذهل الموجودة وهي يحصل على أنهي جمعة شخصة، مستوى ودلسها للعظيم تم فيه الأمبادة للتجربة والإنسار حفظي على الأمبادة للأمبادة 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 من الأمبادة للدعوة أتفهم يعرف أنهي جمعة لو انضم لها ودلس فيها هتحقق له الهدف بتاعه لا تنظر على الواقع المنزل فقط امتعه واحد في الوقت امتعه الجيمات وفوكس علىه امتعه توفيل وفعله على المنزل امتعه واحد في الوقت احاول ان اتحقق الناس الذين لديوا المنزل لأنهم سوف يساعدهم بمتعه ومتعه ومتعه على المنزل كل الناس لها فرصة أنا كنت فاكر أنه مستحيلة قبل في منحة كده لكن في الآخر بتقبل أنا عايزة أشجع كله يقدم لأن كل واحد من الطلبة كان فاكر أنه سوف يكون ممتعه انه يتقبل امتعه ممتعه امتعه اذهب لها ونحن لها شكرا للأونسي ساويري سكولرشيب أن قدتني وقدت الشباب مصر الفرصة أنهم يحصلوا على أحسن تعليم في العالم أحب أقول للأونسي ساويري سكولرشيب شكرا لكل ما تفعل اشتركوا في القناة